في بيئة العمل شخصية بتظهر جهة دايماً بتحاول تنقل المعلومات لرؤسائها عن علاقات للناس ببعضها زي مثلاً تاخد سكرين شوت من بوست على الفيسبوك أو من صورة على انستجرام وتبعته يتبين مكان اللي الشخص دوت فين توضح حياته التانية عاملة زي للرؤساء ممكن بيكونوا يستهدفوا منها أن هم ياخدوا مكاسب عند مديرهم عند حاجة كده نقدر إحنا نتعمل معهم إزاي زي اللي هو بيطلق عليه مثلاً عصفورة في المجتمع عصفورة في الشغل دايماً نائل المعلومات نتعمل معه إزاي وهو رأي حضركم فيها إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال المجالس بالأمانات يعني ينبغي على الإنسان أن يكون أميناً على المجلس نهى الشرع كله عن الغيبة وعن النميمة وعن البهتان وعن نقل الكلام كاره الله لكم يا ربنا أكره هذا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال الكلام واضح أنه هذا فعل ردي لا مرضي يبقى الكلام ده مرفوض ولذلك حكاية العصفورة دي العصفورة اللي هو أفشى السر أو أفشى الكلام فيه فرق كبير جداً بين النصيحة والفضيحة وألف علماء المسلمين كده الفرق بين النصيحة والتعيير اللي هي الفضيحة يعني أمرنا بالنصيحة الدين والنصيحة صاحبنا لو رأى نقصاً في هذا يجب عليه شرع يجب يعني يأثم إذا لم يفعل يعني هيتحسب عليه عقاب عند الله سبحانه وتعالى العصفورة ده يروح يقول لزميله في حاجة غلط أنت وقعت فيها كذا 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 يبقى من باب التناصح لكن يروح يقول لرئيسه علشان رئيسه يوقع العقوبة بيه وعلشان يحدث فتنة بين الناس فهذا نوع من أنواع الغيبة والنميمة والبهتان ولذلك نوع السلام قال إن كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهدته يعني إما أنت كمان هيبقى هيبقى فتنة وكذب أو هيبقى فتنة الوحدة يعني ضايع ضايع الإثم ما هواش على العصفورة بس ده الإثم على المعصفر أيضا فالمعصفر ده هو اللي هو جات له العصفورة وقالت له وقالت له وكذا قبلت ليه؟ الدايرة دي كلها وحشة السامع وحش والمستمع وحش والسامع وحش وكل وحش يعمل كدلي تابت فضل